اشتركوا في القناة الأرض والسماء من إعداد وتقديم معلمتكم الأستاذ سارة المغربي بسم الله وعلى بركة الله نبدأ سنتعلم اليوم بإذن الله تعالى في درسنا الحركة الدورانية المحور مدار الأرض اقرأ الصورة التي أمامك ماذا تشاهد فيها؟ حبايب الحلوين والحلوات أمامك صورة لاحظ هذه الصورة نعم أسمعكم ماذا يحدث لها؟ ممتاز بارك الله فيكم إذن أشاهد فيها مجموعة من الكواكب تتحرك وتدور أحسنتم لاحظ الصورة الأخرى هل الأرض ثابتة أم تدور؟ برافو على الحلوين إذن بشكل نعم أيوة تتحرك حول نفسها بشكل دوراني حركة دورانية بارك الله فيكم إذن الأرض تتحرك حول نفسها حركة دورانية رائع طيب الحلوات والحلوين بيقولون لي أستاذة ما الحركة الدورانية؟ لاحظ الأرض هنا بهذا الشكل تدور حول نفسها ويظهر عليها نعم خط من الشمال إلى الجنوب يفصلها عن بعض هذا الخط الذي يظهر لنا باللون الأبيض هل نستطيع رؤيته هنا؟ نعم لا نراه إذن الحركة الدورانية تدور حول ما يسمى بالمحور هي حركة جسم حول محور أسميها بالحركة الدورانية وبما أننا نتحدث عن الأرض إذن حبايب الحلوين نقول هي حركة الأرض حول محور طيب أستاذة ما المحور؟ سؤال رائع نشاهده في الصورة التي تليها لاحظ هذا الأرض أو هذه الأرض تدور حول هذا المحور والذي يفصلها من الشمال عن الجنوب تدور حول محور لا نستطيع رؤيته إذن ما المحور؟ على شكل يظهر لنا باللون الأبيض خط ممتاز إذن المحور هو موجود في المنتصف أو في المركز إذن المحور هو خط مركزي يدور حوله الجسم وأيضا بما أننا نتكلم عن الأرض إذن الأرض تدور حول خط مركزي يدور حوله الأرض ونسميها المحور أو نسمي هذا الخط المركزي الذي يدور حوله الأرض بالمحور طيب نشوف الصورة اللي بعدها الأرض تدور وتدور حول نفسها حول محور والمحور هو خط مركزي يدور حوله الأرض وتدور الأرض أيضا حول الشمس لاحظ طريقها ماذا يسمى أنت عزيز الطالب عزيزة الطالبة عندما تسير من المنزل إلى المدرسة وتعود فما الذي يسمى الجزء الذي تقطعه من المدرسة إلى المنزل بنفس الطريقة للأرض تسير وتدور حول نفسها وحول الشمس نعم ممتاز ورائع أسميه طريق إذن طريق الأرض الذي تدور حول نفسها وتدور فيه حول الشمس يسمى مدار الأرض إذن نقصد بمدار الأرض مسار تتبعه في أثناء دورانها حول الشمس وهذا هو المسار الذي يظهر له بهذا الشكل رائع طيب نشوف الآن فهمك عزيز الطالب وعزيزة الطالبة يا رائع ورائعة ومن يتابعني من أحباء الحلوين من الصف الثاني أنا مين خط مركزي يدور حوله الجسم ناحظ هذا الخط الذي يدور حوله الأرض تدور حوله الأرض أسميه نعم أيوة أسمعكم رائع سمعت إجابتكم أنا المحور رائع نشوف السؤال الذي يليه لاحظ وصل بين المفردات التالية مع الصور الدالة عليها عندي صور الصور الأولى تظهر لك بهذا الشكل وهذه الصور الثانية وهذه الصور الثالثة وعندي ثلاث مفردات مدار الأرض وحركة دورانية والمحور يلا معي أحباب الحلوين صورة الأولى نعم تدل على مدار الأرض بارك الله فيكم الصورة الثانية نعم أسمعكم حركة دورانية رائع الصورة الأخرى تدور حوله الأرض أسميه رائع محور ممتاز ورائع نسترجع ما تعلمنا اليوم أحباء الحلوين تعلمنا اليوم الحركة الدورانية المحور مدار الأرض شكرا على حسن استماعكم وإتمنى لكم درسا قادم بإذن الله تعالى من دروس العلوم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة